بسم الله الرحمن الرحيم رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فهذا هو الدرس الحادي عشر في شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب وسنبدأ بإذن الله تعالى شكر الله لك في فصل التيمم والتيمم أحد مقاصد الطهارة الأربعة مر معنا في أول درس أن الطهارة لها أربعة مقاصد وضوء وغسل وتيمم وإزالة نقاسة درسنا الوضوء ودرسنا الغسل اليوم ندرس التيمم ثم إزالة النقاسة ثم ما يتعلق بأحكام الحيض النفاس ننتهي من الطهارة ونبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة التيمم من خصائص هذه الأمة لم يكن موجودا في الأمم السابقة وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر من هذه الخمس وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي هذا مما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عند الأنبياء السابقين فهو من خصائص هذه الأمة وهذا بخلاف الوضوء فالوضوء كان موجودا في الأمم السابقة لكن هذه الأمة اختصت بأن للوضوء غرة وتحجيلا يوم القيامة وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محقلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم عليكم السلام فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل والغرة هي بياض الوجه والتحجيل البياض الذي يكون في الأطراف في اليدين ورقلين والتيمم فرض في السنة السادسة من الهجرة وهو يكون بديلا عن الوضوء ويكون بديلا عن الغسل فإذا كان الشخص محدثا حدثا أصغر ولم يجد الماء يشرع له أن يتيمم وإذا كان شخص قنبا ولم يجد الماء فيشرع له أيضا أن يتيمم فالتيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم أيضا مقام الغسل لكن التيمم لا يقوم مقام إزالة النقاسة بمعنى أن الشخص لو كان عليه نقاسة وهو متطهر يعني متوضع لكن في بدنه نقاسة واضح؟ شخص متوضع في بدنه نقاسة وليس عنده ما ليغسل هذه النقاسة فهل يشرع له التيمم أم لا؟ لا يشرع له التيمم لأن التيمم ليس بديلا عن إزالة النقاسة إنما يكون التيمم بديلا عن الوضوء أو الغسل ثم التيمم قد يكون واجبا وقد يكون مباحا ممكن يكون أحيانا مستحبا ويمكن أن يكون في بعض الأحيان مكروها وممكن أن يكون في بعض الأحيان حراما فمثلا لو تيمم بتراب مغصوب يكون التيمم حراما كذلك لو تيمم بتراب موقوف يعني مسجد موقوف للصلاح هذا ليس محل التيمم تريد أن تتيمم؟ تتيمم من تراب آخر ليس من تراب المسجد لأن هذا وقف للصلاح واضح؟ حرامه تراب مسجد وماء هكذا قال صاحب الزبت أي التيمم يكون حراما إذا كان من تراب مسجد لأن المسجد وترابه وقف للصلاح وليس للتيمم لكن الحكم أو نقول الأغلب أن التتيمم إما أن يكون واجبا أو يكون مباحا يعني في حال يكون واجبا وفي حال يكون مباحا وإلى ذلك أشار صاحب الزبت بقوله تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجبا تيمم المحدث أو من أجنب تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجبا هل أكملتم حفظ الزبد أم لا تيمم المحدث أو من أجنب أي كان قنبا يباح في حال وحال وقب هذا البيت فيه إشارة إلى المسألة التي ذكرتها لكم أن التيمم يكون بديلا عن الوضوء ويكون بديلا عن الغسل لأن الوضوء موجبه الحدث ولأن الغسل موجبه الجنابة وما يشبه الجنابة من الأشياء الأخرى موجبات الغسل الستة واضح فالتيمم ليس بديلا عن إزالة النجاسة هذا تقدم بيانه قبل قليل ثم بيّن لنا صاحب الزباد حكم التيمم فقال إن التيمم يكون مباحا في حال ويكون واقبا في حال متى يكون مباحا ومتى يكون واقبا قلت لك هذا في الغالب وإلا قد يكون مكروها وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا يعني له أحكام أخرى لكن هذا في الغالب متى يكون مباحا ومتى يكون واقبا نقول إذا لم يجد الماء فحينئذ يكون التيمم واقبا إذا لم يجد الماء فالتيمم حينئذ يكون واقبا لم يجد الماء وحظر وقت الصلاة التيمم يكون حينئذ واقبا متى يكون مباحا يكون مباحا إذا وقد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل إذا وقد الماء يباع وهو قادر على الشراء عنده مال مثلا هذا بكم يباع هذا ألف ألف خمسمائة رخيص نقول مثلا هذا يباع بخمسمائة وهذا مثلا يكفي للوضوء مثلا هذا يباع بخمسمائة وأنا عندي خمسمائة يجب علي أن أشتريه إذا لم أجد الماء من أجل الوضوء لأنه يباع بثمن المثل لكن لو كنت لا أجد الماء والتقار وقدوا فرصة فرفعوا السعر لم يبيعوه بالثمن المعتاد بخمسمائة صاروا يبيعونه بألف لأن الناس لا تجد الماء استغلوا هذا انتهزوا هذا فباعوه بألف وأنا عندي ألف حينئذ يقول للفقهاء لا يجب عليك الشراء لا يجب وجوبا شرعيا لا يجب إذا أردت أن تشتري فاشتري لكن يجب لا لا يجب عليك لماذا؟ لأنه حينئذ يباع بأكثر من ثمن المثل ففي هذه الحالة إذا ذهبت إلى التيمم فالتيمم مباح وليس واقبا عليك لماذا؟ لماذا الفقهاء في هذه الحالة إذا كان الماء يباع بأكثر من ثمن المثل لم يجب علينا شرع الماء حتى لا نساعد التقار على القشع والطمع فإننا إذا دفعنا لهم المبلغ الكبير اشترينا هذا بألف بعد ذلك سيرفعونه إلى ألف وخمسمائة ثم إلى ألفين واضح؟ ويزيد الطمع لديهم فقال لكم الفقهاء إذا كان الماء يباع بأكثر من ثمن المثل لا يجب عليكم الشراء يجوز لك أن تتيمم والتيمم حينئذ يكون يكون مباحا وإلى ذلك أشار صاحب الزبت بقوله يباح في حال وحال واجبا أي أن التيمم أي أن التيمم يكون في حال مباح ويكون في حال آخر واجبا واضح؟ على كل حال هذه مقدمة بالتيمم والتيمم سنتكلم عليه بالمحاور الآتية سنتكلم على تعريف التيمم وعلى شروطه وسنتكلم أيضا على أركان التيمم وسنتكلم على السنن وسنتكلم أيضا على مبطلات التيمم واضح؟ إذن عندنا أولا تعريف التيمم وعندنا شروط التيمم وعندنا فروض فروض التيمم أو يمكن أن تسميها أركان التيمم وعندنا وعندنا سنن التيمم وعندنا مبطلات التيمم وبعد أن ننتهي من الكلام على التيمم سنتكلم على شيء آخر له صلة بالتيمم وهو مسح الجبائر أحكام مسح الجبيرة تمام؟ إذن سنبدأ الكلام أولا عن التيمم فالتيمم له تعريفان كما هو معتاد تعريف في اللغة وتعريف في الإصطلاح والتعريف اللغوي هذا يمثل الحقيقة اللغوية كما درستم في أصول الفقه بينما التعريف الإصطلاحي هذا يمثل الحقيقة الشرعية أيضا كما درستم في أصول الفقه واضح؟ إذن عندنا ممكن نقول التيمم في حقيقته اللغوية كذا وفي حقيقته شرعية كذا واضح؟ التيمم لغة هو القصد التيمم لغة القصد ولاحظ معي أنك عندما عرفت النية في اللغة عرفتها بأنها القصد وعندما تعرف التيمم ستقول التيمم في اللغة القصد وعندما تعرف الحق أيضا ستقول الحق في اللغة القصد إذن هذه الثلاثة التعريف النية والتيمم والحق معناها في اللغة متقارب معناها في اللغة القصد نويت كذا قصدت كذا تيممت فلان أي قصدت فلان تمام؟ حققت فلان أي قصدته معناها في اللغة متقارب التيمم في اللغة القصد وأما معناه في الإصطلاح فهو مسح أعضاء مخصوصة بتراب طهور بنية مخصوصة بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو هذا تعريفه مسح أعضاء مخصوصة أعضاء مخصوصة للتيمم عضوان الوجه واليدين فقط بينما الوضوء له أربعة أعضاء الوجه واليدين والرأس والقدمين واضح بتراب طهور وقولنا بتراب طهور قيد أخرج التراب الطاهر والتراب النجس وسأتي تقسيم التراب لاحقا بنية مخصوصة هذه النية ليست كنية الوضوء نية الوضوء نية رفع حدث أما نية التيمم فهي نية استباحة صلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة وسأذكر مستند الشافعية رحمهم الله في هذا بدلا عن وضوء أي أن التيمم يكون بديلا عن وضوء أو يكون بديلا عن غسل أو يكون بديلا عن غسل عضو وغسل عضو هذا في حالة وجود القبيرة فيكون التيمم بديلا عن غسل عضو واضح إذن تفهم من هذا التعريف أن التيمم ليس بديلا عن إزالة النقاسة توقع سؤال يأتيك في اختبار مثلا اختر لجابة الصحيحة من بين الأقواس التيمم ليس بديلا عن وضوء غسل إزالة نقاسة تضع الخط تحت إزالة النقاسة واضح طيب التيمم يسميه الفقهاء طهارة ضرورة يسمون التيمم طهارة ضرورة ما معنى طهارة ضرورة أي أنه ليس طهارة اعتيادية ليس مثل الوضوء وإنما هو طهارة يلقأ إليها المسلم إذا تعذر عليه استعمال الماء إما بوضوء أو بغسل فهي طهارة بديلة ليست طهارة أصلية ولما كانت لما كانت تيمم طهارة ضرورة كانت له أحكام تخصه تختلف عن أحكام الوضوء وأحكام الغسل وبالتالي قال الفقهاء إن التيمم أقصد فقهاء الشافعية إن التيمم يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث ما معنى هذا الكلام ما معنى التيمم يبيح الصلاة معنى هذا الكلام أن الشخص إذا تيمم فإن هذا الشخص تصير الصلاة بالنسبة له مشروعة يمكن أن يصل وإن كان لا زال محدثا وإن كان لا زال محدثا هو محدث لكن بالتيمم أبيح له أن يصلي ما زال متلبسا بالحدث فالتيمم لم يرفع الحدث طيب ماذا فعل التيمم التيمم شرع له أو قوز له أو أباح له الصلاة طيب لماذا لم يقل الفقهاء إن التيمم مثل الوضوء يرفع الحدث قالوا عندنا أدلة على أن التيمم لا يرفع الحدث منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصعيد الطيب طهور مسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين الصعيد الطيب أي التيمم طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وقد الماء فليتق الله وليمسه بشرته لو كان التيمم يرفع الحدث وراء 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 الإنسان الماء سنقول له لا يجب عليك أن تستخدم الماء ولا يبطل التيمم لأن حدثك قد ارتفع لكن كون هذا الشخص المتيمم إذا وقد الماء يبطل التيمم يدل هذا على أن التيمم يبيح الصلاة فترة محدودة إلى وجود الماء ولذلك صار من القواعد المشهورة عند الناس أنهم يقولون إذا حضر الماء بطل التيمم فلو كان التيمم طهارة أصلية ترفع الحدث لما بطل بحضور الماء لو قعن التيمم كالوضوء لما بطل التيمم بوجود الماء واضح هذا الدليل الأول على أن التيمم يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث الدليل الثاني ما جاء في سنن أبي داود في قصة عمر بن العاص أنه خرج مع جماعة من الصحابة وكان أميرا لهم في غزوة ذات السلاسل في ليلة من الليالي الباردة أصابته جنابة احتلم فلما أصبح في الصباح وحان وقت صلاة الفجر خاف على نفسه أنه إذا اغتسل من الجنابة أن يهلك فتيمم وصلى بأصحابه هو الأمير صلى بهم إماما فتيمم وصلى بأصحابه فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك قالوا له إن عمرا أصبح جنوبا وتيمم وصلى بنا وهو جنوب فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنوب سماه النبي صلى الله Justin جنوبا مع أنه قد تيمم فلو كان التيمم يرفع الحدث لما سماه جنوبا قال له أصليت بأصحابك وأنت جنوب واضح فلو كان التيمم يرفع الحدث لما سمي جنوبا لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنوبا فهذا يدل على أنه موصوف بالجنابة حتى بعد ان تيمم قال اصليت باصحابك وانت قنب قال يا رسول الله كانت ليلة باردة وتذكرت قال الله عز وقل ولا تقتلوا انفسكم فتيممت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعله واضح اذا هذا دليل على ان الانسان حتى بعد التيمم يسمى قنبا حتى بعد التيمم يسمى محدثا اذا هذا فرق بين الوضوء والغسل من جهة والتيمم من جهة فالشخص القنب اذا اغتسل هل يسمى قنبا لا يسمى قنبا بينما الشخص القنب اذا تيمم سمى قنبا بدليل هذا الحديث الشخص المحدث اذا توضع لا يسمى قنبا بعد الوضوء بينما الشخص المحدث اذا تيمم فانه يسمى فانه يسمى محدثا فهذا فيه دليل على ان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة واضح اذا نستطيع ان نقول التيمم طهار الضرورة طهارة بديلة ليس طهارة اصلية وانه يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث وهذا ليس قول شافعية فقط هو قول جمهور الفقهاء وذكرت لكم بعض ما استندوا اليه ولهم ادلة ولهم ادلة اخرى ليس هذا موضع ذكرها كلها اذا عرفنا التيمم معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاة يقول مؤلف رحمه الله تعالى هنا والتيمم لغة القصد وشرعا ايصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء او غسل او غسل عضو بشرائط مخصوصة هذا التعريف هو تعريف مقارب لما ذكرت لكم على السبورة وانا اذكر لكم احكام التيمم ارجو منكم انكم تفردوا ورقة خاصة للمقارنة بين احكام التيمم وحكام الوضوء فعلى سبيل المثال ذكرت لكم الان ان التيمم طهارة ضرورة بينما الوضوء طهارة اصرية هذا فرق وان الوضوء يرفع الحدث كذلك الغسل يرفع الحدث بينما التيمم لا يرفع وذكرت لكم ايضا في بداية الدرس ان التيمم من خصائص الامة بينما الوضوء ليس من خصائص الامة وذكرت لكم في بداية الدرس ان التيمم فرض في السنة السادسة من الهجرة بينما الوضوء فرض قبل ذلك الى الان ذكرنا اربعة وذكرت لكم ايضا ان التيمم له عضوان الوجه واليدين بينما الوضوء له اربعة اعضاء هذا الفرق الخامس وكلما مشينا في الدرس سنذكر فروقا اخرى ولذلك اجعل هذه الفروق في ورقة خاصة ارسم هكذا قدول احكام الوضوء في مربع او في مستطيل هكذا وبجانبها تماما احكام التييمم حتى تحاول ان تستوعب معظم الاحكام التي تختلف التي يختلف فيها الوضوء عن التييمم واضح الان خمسة نبهتكم عليه حتى تصنعوا هذا من البداية قال رحمه الله وشرائط التييمم خمسة اشياء اذا بعد ان تكلمنا على التييمم سنحتاج ان نتكلم على شروط التييمم نقول شروط التييمم خمسة اول شرط من شروط التييمم وجود العذر وجود العذر الشرط الثاني مشروط التييمم دخول الوقت الشرط الثالث طلب الماء الشرط الرابع هو تعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب الشرط الشرط الخامس والأخير التراب الطهور هذه خمسة شروط تسمى شروط التييمم مرة معكم عندما درسنا الوضو ان الوضو له خمسة شروط جمعها صاحب الزبط بقوله له شروط خمسة طهور ماء وكونه مميزا ومسرما وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول ويدخل الوقت لدائم الحدث وعد منها الرافع رفع الخبث هذا بالنسبة للوضوء وذكرتها لكم وأظنكم كتبتها في الدفاتر مرة معكم أيضا ما يتعلق بشروط الغسل اليوم عندنا شروط التييمم المصنف رحمه الله العلامة أبو شجاع ذكر أن التييمم له خمسة شروط أول شرط من شروط التييمم قال وقود العذر ما هو هذا العذر نستطيع أن نأتي بقاعدة نقول العذر الذي تندرق تحته معظم الصور التي يقص فيها التييمم يجمعه قولنا عدم وقود الماء أو العجز عن استعمال الماء هذا العذر الكل متى يشرع التييمم يشرع التييمم إذا لم نجد الماء أو إذا كان الماء موجودا لكننا نعجز عن استعمال الماء هنا يشرع التييمم هذا ضابط للأعذار لكن الفقاء اعتادوا أنهم يذكروا أعذارا خاصة فهنا مثلا ذكر ثلاثة أعذار ذكر عذر السفر وعذر المرض وعذر الحاجة وذكر عذر الحاجة هنا وذكر عذر المرض والسفر هنا واضح فصلها فجعل هذا شرطا مستقلا ويمكن أن نذكر العذار كلها الثلاثة هنا واضح إذن هذه الأعذار كلها تندرق تحت هذا عدم وجود الماء أو العجز عن استعمال الماء إذن هنا يقول هو قال وجود العذر وجود العذر قال بسفر أو مرض بسفر وربما 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 هناك أعذار أخرى هذا الذي يجمعها هذا عدم وجود الماء أو العجز عن استعمال الماء فالله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة عندما قال وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قوله عز وقال وإن كنتم مرضى أو على سفر هذا ليس قيدا كليا هذا قيد غالب ليس معنى هذا أنك إذا لم تكن مسافرا لا يقوز لك التيمم ليس هذا المعنى فالتيمم يقوز في الحضر وفي السفر لكن الغالب خاصة في الزمن السابق الغالب أن المسافر لا يقضي الماء الكافي الغالب أن المسافر خاصة في الزمن السابق أنه لا يقضي الماء الكافي للوضو والغسل والشرب وما يحتاج إليه أو لحيوانه دابته التي يركب عليها فذكر السفر فذكر السفر خرج مخرج الغالب ليس قيدا واضح القيد أنك لا تقضي الماء أو تعجز عن استعمال الماء أو تكون محتاجا للماء في أمر أهم إذن السفر هذا المذكور في الآية قيد المذكور في الآية قيد أغلب ليس قيدا كليا فأول عذر ذكره المصنف السفر وذكر أيضا المرض وذكر أيضا الحاج إلى الماء فالشخص إذا كان مسافرا ولم يجد الماء فيشرع له أن يتيمم واضح الشخص إذا كان مريضا أيضا وعجز عن استعمال الماء بقول الطبيب الثقة المسلم قول الطبيب ليس قول أحد الناس واحد يقول لك لا تتيم لا بد أن يكون طبيبا ولا بد أن يكون هذا الطبيب مسلما حتى يكون قوله مقبولا ولا بد أن يكون هذا الطبيب موثوقا أي طبيبا عدلا فليس فاسقا مثلا إذا كان هذا الطبيب فاسقا لا يبالي بأمر الصلاة ممكن يقول لك لا تصلي ممكن يقول لك لا تتيم ممكن يقول لك لا تتوض فهذا لا يعول بقوله لا بد أن يكون طبيبا مسلما موثوقا ثقة فإذا أخبر هذا الطبيب أن استعمالك للماء سوف يزيد من المرض أو سوف يؤخر الشفاء يعني يقول لك إذا كنت ستستعمل الماء ستشفى بعد عشرين يوما لكنك إذا اكتنبت الماء واستعملت التراب ستشفى مثلا خلال إثناعشر يوم هذا عذر يجيز لك التيمم إما زيادة المرض وإما تأخر الشفاء وإما أن يقول لك الطبيب إذا استعملت الماء ربما يؤدي إلى عيب في الجلد إلى شيء فاحش في الأعضاء الظاهرة مثلا في اليدين أو في القدمين أو في الوجه ولذلك قال الفقه إذا كان استعمال الماء سيؤدي إلى زيادة المرض أو إلى تأخر الشفاء أو إلى شيء فاحش الشيء هو العيب الفاحش عن الكثير إلى شيء فاحش في عضو ظاهر فحينئذ يجوز لك التيمم هذا بالنسبة لما يتعلق بالمرض بالنسبة ما يتعلق بالحاجة قد تكون أنت لديك ماء لكنك تحتاج هذا الماء للشرب فنقول لك إذا كنت تحتاج الماء للشرب يشرع لك أن تتيمم ويبقى هذا الماء للشرب ستقول بالنسبة لا أحتاجه للشرب لكن أحتاجه ليشرب مثلا صديقي في السفر أو أولادي أو زوجتي أو شخص آخر نقول كذلك إذا وجد شخص آخر يحتاجه للشرب فيمكن أن تتيمم وتحتفظ بهذا الماء للشرب لآدم سيقول لك لا يوجد آدم أحتفظ له بهذا الماء وإنما الجمل الذي أركب عليه أو الحصان الذي أسافر عليه سيحتاج إلى الماء نقول أيضا يمكنك أن تحتفظ به لهذا الحيوان إذن قد تكون قد يكون احتفاظك بالماء لحاجتك أنت أو لحاجة شخص آخر أو لحاجة حيوان فإذا كنت محتاجا للماء فيجوز لك أن تترك الوضوء أو تترك الغسل وتتيمم إذن التيمم مشروع للسفر ومشروع أيضا للمرض ومشروع أيضا للحاجة ويجمع هذا كله عدم وجود الماء أو العكس عن استعمال الماء أو شدة الحاجة إلى الماء إذن عدم وجود الماء غالبا يكون في السفر والعكس عن استعمال الماء غالبا يكون في المرض والحاجة إلى الماء هي ما ذكرناه في قولنا هنا الحاجة واضح؟ إن شاء الله إذن نكون بهذا قد أتينا على الشرط الأول وهو المذكور هنا في قول الشارح مع كلام المات وشرائط التيمم خمسة أشياء وفي بعض نسخ المتن خمس خصال أحدها وقود العذر بسفر أو مرض هو لم يذكر الحاجة هنا لأنه ذكرها بعد ذلك في الشرط الرابع قال رحمه الله تعالى الثاني دخول وقت الصلاة أي أن من شروط التيمم أن يدخل وقت الصلاة فلا يصح أن تتيمم قبل أن يدخل وقت الصلاة إذا كنت تتيمم لصلاة الظهر فلابد أن يدخل وقت الظهر أو تتيمم لصلاة العصر فلابد أن يدخل وقت العصر فلو تيممت لصلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر أو تيممت لصلاة العصر قبل دخول وقت العصر وهكذا سائر الصلوات فالتيمم لا يصح ولو تيممت لراتبة أي لسنة مؤكدة قبل دخول وقت هذه السنة أيضا لا يسعى التيمم مثلا صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس وينتهي وقتها قبل الزوال قبل الظهر فلو تيممت لصلاة الضحى وهي نافلة سنة راتبة لو تيممت لصلاة الضحى قبل ارتفاع الشمس لا يصح التيمم لا تتيمم لها إلا بعد دخول الوقت صلاة الجنازة لا تتيمم لها إلا بعد تغسير الميت لأنه قبل تغسير الميت لا تشرع الصلاة عليه لأن من شروط صحة الصلاة على الميت أن يكون الميت مغسلا فقبل أن يغسر الميت لا يصلى عليه وبالتالي لا تتيمم لصلاة الجنازة إلا بعد تغسير الميت وهذا أحد الفروق بين التيمم والوضوء فالوضوء يصح قبل دخول الوقت بينما التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت فلو قال قائل ما مستند فقهاء الشافعية في هذا فالقواب مستندهم الآية الكريمة ومستندهم الحديث النبوي أما الآية الكريمة فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم ما معنى إذا قمتم أي إذا وقب عليكم أن تقوموا إلى الصلاة ومتى يجب عليكم أن تقوموا إلى الصلاة متى يجب علينا أن نقوم إلى الصلاة هل يجب علينا أن نقوم إلى الصلاة قبل دخول الوقت متى بعد دخول الوقت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم أي إذا وقب عليكم القيام إلى الصلاة وهذا يكون متى بعد دخول بعد دخول الوقت صح كأن تقدير الآية يا أيها الذين آمنوا إذا دخل الوقت وأردتم القيام إلى الصلاة افعلوا ماذا افعل الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرقلكم للكعبين الآية تدل انتبه الآية تدل على أن الوضوء على أن الوضوء يكون بعد دخول الوقت الآية تدل على هذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا وقب عليكم القيام إلى الصلاة ويجب علينا القيام إلى الصلاة بعد دخول الوقت إذا وقب عليكم القيام إلى الصلاة بعد دخول الوقت فاغسلوا وجوهكم أي فتوضأوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا التيمم إذن أيضا التيمم متى سيكون لأن التيمم بديل على الوضوء الوضوء يكون بعد دخول الوقت التيمم بديل عنه سيكون أيضا بعد دخول الوقت إذن الآية تدل على ماذا انتبه معي الآية تدل على أن الوضوء يكون بعد دخول الوقت وعلى أن التيمم يكون بعد دخول الوقت نظرنا في السنة النبوية وقدنا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوم الفتح وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد ولما سئل عن ذلك قال عمدا فعلته فعلته عمدا واضح هذا الحديث يدل على أن الوضوء مشروع قبل دخول الوقت لأنه صلى صلاة الظهر بوضوء الفجر وصلى صلاة العصر بوضوء الفجر وصلى صلاة المغرب بوضوء الفجر وصلى صلاة العشاء بوضوء الفجر فدل هذا الحديث على أن الوضوء يقوز تقديمه على وقت الصلاة فخرج الوضوء هذا خرج بالدليل تمام بقي هذا على الأصل بقي التيمم على الأصل أنه لا يشرع إلا بعد دخول الوقت فهمتم وقال الاستدلال؟ هذا تقرير دليل الشافعية هذا من القرآن طيب ما دليلهم من السنة؟ دليلهم الحديث الصحيحين الذي ذكرته لكم في بداية الدرس عندما قلت لكم التيم من خصائص هذه الأمة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر من الخمس وقعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي ماذا أدركته الصلاة؟ ما معنى أدركته الصلاة؟ ما معنى أدركته الصلاة؟ أي دخل عليه وقت الصلاة لأنه قبل أن يدخل الوقت لا نقول أدركته الصلاة إنما تدركه الصلاة إذا دخل عليه الوقت فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة بمعنى دخل عليه وقت الصلاة؟ فليتيمم فمفهوم الحديث أنه إذا لم تدركه الصلاة هذا مفهوم المخالفة الذي سميناه دليل الخطاب في درس الأصول مفهوم الحديث مفهوم المخالفة أنه إذا لم تدركه الصلاة إذا لم يدخل عليه وقت الصلاة فلا يتيمم واضح إذن استدل فقهاء الشافعية بدليل الآية وبالدليل الحديث واضح وعللوا أيضا قالوا لأن التيمم كما تقدم معكم طهارة ضرورة طهارة بديلة وليس طهارة أصلية لما كان التيمم طهارة ضرورة إذن لا يفعل إلا عند الضرورة وقبل أن يدخل وقت الصلاة لا توقع الضرورة وبالتالي لا يتيمم فإذا جاء السبب كأن دخل وقت الصلاة سواء صلاة فرض أو صلاة نفل فيشرع له التيمم إذن استدلوا بآية واستدلوا بحديث واستدلوا أو استندوا إلى تعليل واضح وإنما ذكرتوا هذا لأن البعض قد يظن أنهم لا مستند لهم فيما ذكروا بينما لهم أكثر من مستند وما ذكرتوا لكم إنما هو بعض ما استدلوا به وإلا فلهم أدل أخرى غير التي ذكرتها لكم إذن نعود مرة أخرى فنقول هذا فرق يمكن أن يكون هو السادس بين الوضوء والتيمم أن الوضوء يصح قبل دخول الوقت بينما التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت هذا الشرط الثاني واضح الشرط الثالث طلب الماء ما معنى طلب الماء طلب الماء البحث عنه في جرش صح هكذا ايس اوتي اول ايس ها صح هكذا نعم بدأت أنسى البحث عن الماء البحث عن الماء شرط في التيمم بمعنى أنه لا يصح له أن يتيمم قبل أن يبحث وما مستند هذا مستند هذا الآية الكريمة قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا متى يقال الشخص لم يجد إذا بحث من قبل إذا بحث وطلب الماء هنا وهناك يقال عنه لم يجد الماء أما إذا لم يبحث لا يقال عنه أنه لم يجد لأنه لم يطلب أصلا لم يبحث أصلا واضح إذا لابد أولا من طلب الماء لكن طلب الماء هذا هل هو واجب هل هو مستحب وهل يطلب الماء مطلقا سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة أو هناك تفصيل طلب الماء هذا له أربع حالات له أربع حالات الحالة الأولى إذا تيقن عدم وجود الماء الحالة الثانية إذا شك في وجود الماء أو غلب على ظنه وجوده الحالة الثالثة إذا تيقن وجود الماء في حد القرب سأشرح هذا الحالة الرابعة إذا تيقن وجود الماء في حد البعد هذه أربع حالات الحالة الأولى إذا تيقن الشخص أن الماء غير موجود ما معنى تيقن مرة معكم من قبل في درسة وصول الفقه أن مراتب الإدراك خمسة اليقين غلبة الظن الشك الوهم الجهن هذه سنحتاجها هذه المراتب سنحتاجها وينبني عليها بعض الأحكام هنا وأيضا عندما نتكلم على مبطلات التيمم واضح إذا تيقن أن الماء مفقود غير موجود عنده يقين بالنسبة مئة في المئة أن الماء غير موجود سواء كان في السفري أو في الحضر نقول إذا تيقنت أن الماء غير موجود فلا يجب عليك الطلب لا يجب عليك البحث لأن طلب الماء في حالة اليقين نوع من العبث أنت متيقن أن الماء غير موجود فبالتالي لا يجب عليك الطلب هذا في الحالة الأولى في الحالة الثانية إذا شك في وجود الماء محتمل الماء موجود ومحتمل غير موجود أو غلب على ظنه أن الماء موجود فنقول إذا شككت في وجود الماء أو غلب على ظنك أن الماء موجود فيجب عليك الطلب في حد الغوث عندك كنا ثلاث حدود حد الغوث حد القرب حد البعد ما معنا حد الغوث نفترض على سبيل مثال أننا مسافرون وأنا لم أجد الماء لكن غلب على ظني أنني ربما أجده في مكان قريب منا فذهبت أبحث هنا وهناك نقول إذا غلب على ظنك أن الماء موجود أو شككت في وجود الماء فيجب عليك أن تذهب للبحث عنه لكن لا تذهب بعيدا تذهب إلى مكان لو خرج لك عدو أو وقدت مثلا حيوان مفترس أسد أو نمر أو حية أو تمساح أو شيء وقدت حيوان مفترس أو وقدت مثلا عدو واستغثت ممعنى استغثت أي صرخت أغيثوني تستصرق لمن لأصدقائك الذين معك وصرخت استطاعوا أنهم يلحقوك وينقذوك من هذا العدو إذن هذه المسافة ستكون قريبة أو بعيدة مسافة قريبة قدرها الفقهاء المعاصرين بحوالي 150 متر فقط قريبة جدا واضح هذا يسمى حد الغوث حد الغوث بمعنى أنك لو استغثت بأصدقائك لو استغثت برفاقك استطاعوا أن يلحقوك وأن يغيثوك يسمعون استغاثتك يسمعون صوتك هم بالتعبير القديم قدروها بغلوة سهم غلوة سهم يعني رمية سهم قدروها بالتعبير المعاصر أو بالتقدير المعاصر ب150 متر تقريبا فطلب الماء في هذه البقعة يكون واجبا لكن متى يكون واجبا في حالة الشك أو في حالة غلبة الظن وتبحث حينئذ بين زملائك ورفاقك تقول مثلا من كان عنده ماء ولو بالثمن فسأشتري من واضح وإذا وقدت مكان فيه أشجار ربما تجد فيه ماء تذهب تتأكد وإذا وقدت الطير مثلا تحلق في مكان ربما يكون فيه ماء تذهب وتنظر وإذا كان هناك مكان عالي ترتفع وتنظر حواليك وإذا كانت الأرض مستوية تنظر في الجهات الأربع وهكذا هذا في الحالة الثانية في الحالة الثانية أعيد الكلام يجب عليك أن تطلب الماء في حد الغوث عندما تشك أو يغلب على ظنك وجود الماء واضح أما هنا انظر في الحالة الثانية لم يكن عندك يقين أن الماء موجود وإنما شك أو غلب الظن في الحالة الثالثة إذا حصل عندك يقين أن الماء موجود يعني أخبرك جماعة كثيرة من الناس أن الماء موجود في مكان هذا المكان يبعد عنك مثلا نقول ثلاثة آلاف خطوة أو أربعة آلاف خطوة بالتقدير القديم بالتقدير المعاصر ممكن تقول على سبيل المثال 2 كيلو متر 2 كيلو متر ونص هذا تقريبا هذا تقريبا 2 كيلو 2 قليل واضح يعني الماء يقينا موجود في هذا في هذا المكان نقول إذا تيقن توجود الماء إذا تيقن توجود الماء في حد القرب هذا يسمى حد القرب وهو سمي حد القرب لأن مثلا المزارعين عندما ينزلون في مزرعة أو الحطابين الذين يخذون الحطب عندما ينزلون في مكان يتفرقون في هذا في هذه المسافة واحد يذهب يمينا والآخر شمالا والآخر في هذا الاتجاه والآخر يتفرقون بما لا يزيد عن هذه المسافة غالبا سمي حد القرب ويسمي بعضهم أنه يسمى بعضهم قريب من بعض فإذا كان الماء يقينا موجود إلى هذه المسافة فيجب عليك أن يجب عليك أن تطلب الماء إذن هنا إذا تيقن وجود الماء في حد القرب تقريبا هذه المسافة ممكن ثلاثين كيلو نقول اثنين كيلو متر أو ثلاثين ونصف أو أقل قليلا أو أكثر قليلا هذا تقدير تمام يجب عليه طلب الماء الحالة الرابعة والأخيرة إذا تيقنت مئة في المئة انتبه تيقنت مئة في المئة أن الماء موجود فوق ذلك يعني في مسافة مثلا خمسة كيلو متر ستجد الماء يقينا لا يجب عليك الطلب لا يجب عليك الذهاب واضح؟ حينئذ لا يجب عليك الذهاب وهذا يسمى حد البعد إذا ما هو حد البعد؟ حد البعد ما زاد عن حد القرب حد البعد ما زاد عن حد القرب إذن حد الغوث أصغر حد البعد أكبر كثيرا الوسط هو حد القرب واضح؟ الحالات كما ذكرتها لكم الحالة الأولى إذا تيقن عدم الماء فلا يجب عليه الطلب إذا شك في وجود الماء أو غلب على ظنه وجود الماء يجب عليه طلبه في حد الغوث من باب أولى هنا من باب أولى نقولنا إذا شك أو غلب على ظنه من باب أولى إذا تيقن وجود الماء في حد الغوث يجب عليه الطلب واضح هذا لا يحتاج أني أذكرهم واضح؟ إذا تيقن وجود الماء في حد القرب إذا تيقن وجود الماء في حد القرب هل يجب عليه الطلب؟ نعم يجب عليه الطلب طيب أسألك سؤال إذا غلب على ظنه وجود الماء في حد القرب هل يجب عليه الطلب؟ ليس تيقن غلب على ظنه غلب على ظنه أن الماء موجود في حد القرب أن الماء موجود على بعد 2 كم هل يجب عليه أن يذهب؟ لا يجب إنما يجب عليه ذا تيقن فقط أما إذا غلب على ظنه أو شك لا يجب هذه الحالة خاصة باليقين ففي هذه الحالة لو غلب على ظنه أن الماء موجود أو شك في وجود الماء في حد القرب لا يجب عليه الطلب إذا أراد بها ونعمة وإلا وجوبا شرعيا لا يجب واضح؟ ومن باب أولى أنه لا يجب عليه طلب الماء إذا كان فوق حد القرب وهو حد البعد تمام واضح هذا طيب تأتيكم هنا مسألة شخص تيقن وجود الماء في آخر الوقت شخص تيقن أن الماء سيكون موجودا في آخر الوقت يعني مثلا في صلاة العصر صلاة العصر على سبيل المثال يبدأ وقتها نقول مثلا الساعة الثالثة عصرا مثلا يبدأ وقت صلاة العصر الساعة الثالثة عصرا ويخرج وقتها مثلا الساعة السادسة مساء هذا الشخص في أول الوقت ليس لديه ماء لكن هو على يقين انتبه هو على يقين يعني نسبة كم؟ مئة في المئة هو على يقين أنه في الساعة الخامسة والنصف قبل المغرب سيجد الماء يمكن يكون في السيارة يمشي في السيارة يعرف يقينا أنه في الساعة الخامسة والنصف سيصل إلى مكان سيجد فيه الماء إيش الأفضل؟ هل يصلي في أول الوقت بالتيمم؟ أو يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليصليها بالوضوء؟ بعبارة أخرى هل يحافظ على فضيلة الوقت؟ فالصلاة في أول الوقت أفضل؟ أو يحافظ على الوضوء فيؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليصليها بالوضوء لأن الصلاة بالوضوء أفضل من الصلاة بالتيممم؟ هذا مثال يصلح لقاعدة تعارض المصالح وضده فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح فما هو الأعلى مصلحة؟ هل الأعلى مصلحة الصلاة بتيمم أول الوقت؟ أو الأعلى مصلحة الصلاة بوضوء آخر الوقت؟ ما رأيكم؟ الصلاة بوضوء يعني الثاني هذا يعني نقول له يؤخر هل أنتم متفقون معه أو مختلفون؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ أول الوقت أو آخر الوقت؟ أول الوقت يصلي بتيمم أول الوقت إذن أنتم مختلف معه ما رأيكم؟ في آخر الوقت لأنه يتعلق؟ أوه ممتاز ممتاز عندنا قاعدة فقهية توضح لنا هذه المسألة بقلاء تقول هذه القاعدة وهنا تظهر أهمية القواعد الفقهية تقول مراعات الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعات فضيلة الزمن الزمان والمكان مراعات الفضيلة المتعلقة بذات العبادة الوضوء يتعلق بذات الصلاة هذا مقدم على الفضيلة التي تتعلق بوقت العبادة أو التي تتعلق بمكان العبادة وبالتالي في هذه الصورة نقول إذا تيقن وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل له لكن هذا ليس واقبا هذا ليس واقبا الأفضل له أنه يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليصليها بوضوء هذا الأفضل لو قال أنا أريد أن أتيمم ويصلي في أول الوقت لا مشكلة هذا جائز وهذا يندرج فيما قلت لكم قبل قليل أن التيمم في بعض الصور قد يكون مباحا في هذه الحالة التيمم ليس واقبا واضح مباح إذا إذا أراد أن يتيمم ويصلي في أول الوقت هذا مشروع والأفضل له إذا تيقن وجود الماء في آخر الوقت أنه يؤخر نأتي للمسألة الثانية المسألة الثانية ليست في اليقين وإنما في غلبة الظن فنقول إذا غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت في الصورة الأولى تيقن وجود الماء في هذه الصورة غلب على ظنه أو شك هل سيجد الماء في آخر الوقت أم لا شك في وجود الماء آخر الوقت فهل الأفضل الصلاة بتيمم أول الوقت أو الأفضل الصلاة بالماء إذا وقده على حسب غلبة الظن أو الشك آخر الوقت ماذا تقولون له ها؟ في هذه الحالة الصلاة بالتيمم أول وقت أفضل لماذا؟ لأن عندنا قاعدة فقهية أيضا تقول الفضيلة المتحققة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتوهمة الفضيلة المتحققة صلاته في أول الوقت فضيلة محققة واضح؟ يعني أمر سيحصل لكن صلاته في آخر الوقت بالماء قد يحصل وقد لا يحصل إذا لم يجد فما هو الأولى بالمراعاة؟ الأولى بالمراعاة الفضيلة المتحققة صلاته في أول الوقت هذا متحقق لكن صلاته بالماء في آخر الوقت قد يحصل وقد لا يحصل لأنه ليس على يقين وإنما على شك أو غلبة أو غلب الظن وبالتالي نقول استنادا للقاعدة الفقهية التي تقول الفضيلة المتحققة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتوهمة ما نقول صلاته بتيمم أول الوقت أفضل من كونه يصلي بالماء آخر الوقت إذا كان يغلب على ظنه أو يشك في وجود الماء آخر الوقت واضح؟ إن شاء الله تعبتم أو لا؟ لا زلتم قال المؤلف رحمه الله قال وشرائط التيمم خمسة وفي بعض نسخ المتن خمس خصال أحدها وجود العذر بسفر أو مرض تقدم شرحه والثاني دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها سواء صلاة فرض أو صلاة نفل كما مر معكم والثالث طلب الماء وفصلنا في طلب الماء وذكرنا أن لطلب الماء كم حالات؟ أربع حالات إذا تيقن عدم الماء لا يجب عليه الطلب إذا ضن أو شك في وجود الماء يجب عليه الطلب في حد الغوث تقريبا مئة وخمسين متر إذا تيقن وجود الماء يجب عليه الطلب في حد القرب وإذا تيقن وجود الماء فوق ذلك وهو يسمى حد البعد فلا يجب عليه طلب الماء قال والثالث طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن آذن له في طلبه إما يطلب الماء بنفسه أو يأذن لشخص أن يطلب الماء نيابة عنه بسم الله قال فيطلب الماء من رحله رحله يعني أمتعته ثيابه والأغراض التي معه تمام ورفقته يعني أصدقائه زملائه أصحابه فإن كان منفردا نظر حواليه من الجهات الأربع ينظر في الأمام والخلف وعن اليمين وعن الشمال إن كان بمستوى من الأرض كانت الأرض مستوية فإن كان الأرض فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره واضح؟ قال رحمه الله تعالى والرابع تعذر استعماله أي تعذر استعمال الماء قلت لك التعذر هذا يدخل تحت الشرط أو قريب من الشرط الأول التعذر إما لوجود عذر شرعي أو لوجود عذر حسي أو لأنه يحتاج إلى الماء قال رحمه الله تعذر استعماله يمكن أن نفصل التعذر قبل أن نقرأ ثم نقرأ بعد ذلك تفضل؟ ها؟ أه؟ أه؟ أه، ليس معنى قدر النظر أنه يذهب إلى آخر ما يرى في بصره ليس هذا المقصود إنما المقصود كما ذكرت لك بقدر زماني، بقدر مسافة الغوث واضح؟ وقد بيّن الشراح أن قوله قدر النظر ليس المقصود آخر بصره، لو كان آخر بصره لكان أبعد من حد البعد هذا، هذا مسافة كبيرة تعذر استعمال الماء، التعذر هذا قد يكون تعذراً شرعياً، وقد يكون هذا التعذر تعذراً حسياً، قد يتعذر عليه استعمال الماء بسبب شرعي، ما معنى استعمال شرعي؟ أي أنه لا يستطيع استعمال الماء لأن الشرع منع من ذلك، الشرع لا يقوز له ذلك، مثل ماذا؟ مثل شخص يريد أن يصلي، وهو محدث، فوقد ماء، لكن هذا الماء الذي وقده ماء مسبل للشرب فقط، ما معنى مسبل للشرب؟ يعني ماء موقوف للشرب فقط، ما معنى موقوف للشرب أنه لا يقوز لك استعماله في غير الشرب، بالتالي نقول لهذا الشخص، هناك عذر شرعي يمنعك من استعمال هذا الماء، أن هذا الماء مسبل للشرب، وبالتالي لا يقوز لك أن تتوضى بهذا الماء، وتذهب إلى التيممم واضح؟ إذن هذا العذر عذر شرعي، كوجود ماء مسبل للشرب، وقد يكون العذر عذراً حسياً، كأن يكون الماء موجود، لكن يخاف أنه إذا ذهب إلى الماء أن يرصده العدوم، أو يخاف إذا ذهب إلى الماء أن يتعرض لحيوان مفترس كأسد، أو يخاف إذا ذهب إلى الماء أن شخصاً يسرق متاعه، يسرق حقائبه، أو يسرق مثلاً سيارته، واضح؟ أو يخاف إذا ذهب إلى الماء أن شخصاً يعتدي على أهله، على أسرته، حينئذ نقول هذا تعذر حسي، فحينئذ لا يجب عليك الذهاب إلى الماء ويجوز لك أن تتيمم، كذلك إذا كان لديه ماء، لكن هذا الماء إن توضع به، قد يحتاج إلى الشرب ويهلك، فنقول له احتفظ بهذا الماء للشرب وتيمم، سواء كانت الحاجة لك أو لآدمي آخر، طبعاً الفقاه يقولون لآدمي محترم، يقصد بالآدمي المحترم أي الذي لا يجب قتله، أما لو كان ممن يجب قتله، كالمرتد مثلاً قالوا لا تحتفظ بالماء، لأن هذا في حكم الميت، يعني يجب قتله، يعني إذا مات قد من الله مات، واضح له، لكن إذا كان معصوم الدم، سواء كان مسلماً أو ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً، واضح، فهذا تحتفظ بالماء لهم، إذن أو تحتفظ بالماء لحيوان محترم أيضاً، وقالوا حيوان محترم لأنه إذا كان هذا الحيوان غير محترم ككلب أو خنزير، فلا تحتفظ له بالماء، لكن لو كان محترم كشات أو ثور أو حصان أو حمار أو جمل، فتحتفظ له بالماء، فقال هنا والرابع تعذر استعماله أي الماء بأن يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس أو منفعة عظم، ذهاب نفس يعني يخاف أنه لو استعمل الماء أن يموت، كما حصل من عمر بن العاص، قال خشيت على نفسه أن أغتسل في ليلة باردة، وتذكرت قول الله عز وجل، ولا تقتلوا أنفسكم، سواء خاف على نفسه من استعمال الماء، ذهاب نفس أي الموت، أو منفعة عظو، منفعة عظو يخاف مثلاً إذا استعمل الماء أن يفقد البصر، ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء، وخاف لو قصده على نفسه من سبع أو عدو، أو خاف على ماله من سارق أو غاصب، فحينئذ لا يجب عليه الذهاب إلى الماء ويجوز له أن يتيمم، قال ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله وهي إعوازه بعد الطلب، طيب هنا يمكن أن نذكر مسألتين مهمتين، المسألة الأولى، شخص وجد ماء، لا يكفي إلا لبعض الأعضاء، مثلاً هذا على سبيل المثال ماء قليل جداً هذا، لو توضعت به ربما أغسل به الوجه واليدين فقط، لا يكفي، الرأس ممكن أمسح به الرأس لكن لا يكفي مع القدمين، قليل جداً، هل إذا وجد الإنسان ماء قليلاً لا يكفي جميع الأعضاء وإنما يكفي بعضها، هل نقول له استعمل الماء في الأعضاء الممكنة ثم تيمم للباقي، أو نقول له اترك الماء وتيمم ابتداء، ما رأيكم؟ ماذا؟ نقول اترك الماء، أو الأول، نقول له استعمل الماء في الأعضاء الممكنة ثم تيمم، نترك الماء، ما رأيكم؟ الثاني، نترك الماء ابتداءاً، فإن قال لنا الله عز وجل يقول في القرآن الكريم، ما يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفساً إلا أسعها، أنت يسعك أن تستعمل هذا، ويقول نبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به، فأتوا منه ما استطعتم، أنت تستطيع، ومأمور أن تستعمل الماء، فتفعل المستطيع منه، والفقهاء يقولون، الميسور لا يسقط بالمعسور، فما رأيكم؟ هذا يقوي ماذا؟ هذا يقوي أنك تستعمل بعض، بعض، الماء الذي تجده في الأعضاء الممكنة، وتتيمم للباقي، واضح؟ ولذلك نقول، إذا وجد الإنسان ماء لا يكفي لجميع الأعضاء، وإنما يكفي لبعضها، نقول له استعمل الماء في الأعضاء الممكنة، وتيمم للباقي، أخذاً من الآية الكريمة، ومن الحديث النبوي، واستدلالاً أو استناداً للقاعدة الفقهية، الميسور لا يسقط بالمعسور، ولاحظ معنا أن هذه رابع قاعدة فقهية نذكرها اليوم في الدرس، هذه رقم أربعة، وسنذكر الآن قاعدة الرقم خمسة، في هذه المسألة، وهي المسألة الثانية، إذا وجد الإنسان ماء، وهو محدث عليه نجاسة، في الصلاة يشترط رفع الحدث، ويشترط إزالة النجاسة، وجد ماء، هذا الماء لو استعمله في الوضوء، سيصلي بالنجاسة، ولو غسل به النجاسة، سيبقى محدثاً، فماذا ستقول له؟ هل ستقول استعمل هذا الماء في الوضوء؟ حتى لو إن بقيت النجاسة، أو تقول اغسل النجاسة بهذا الماء، واضح؟ اغسل النجاسة بهذا الماء، والوضوء ممكن تتيمم، ما رأيكم؟ نقول اغسل النجاسة بالماء، لأن هناك تيمم، متيقة نزالة النجاسة، نعم، والوضوء، يمكن أن نستخدم البديل، وهو التيمم، هذا يندرق تحت قاعدة كلية، أنه عند تزاحم المصالح، تقدم الأعلى، واضح؟ وعند تزاحم المفاسد، ترتكب الصغرى درءاً للكبرى، واضح؟ هنا الآن، أين ما ينبغي أن نقدم، وما ينبغي أن نؤخر؟ لو ذكرنا قاعدة تنفقية أخرى، تقرب لنا، وتقول هذه القاعدة، أن ما له، عفوا، أن ما ليس له بدل، يقدم على ما له بدل، ما ليس له بدل، يقدم على ما له بدل، إزالة النقاسة ليس لها بدل، التيمم ليس بديلاً عن إزالة النقاسة، كما تقدم في أول الدرس، إزالة النقاسة ليس لها بدل، صح؟ لكن الوضوء له بدل، وهو التيمم، فما ليس له بدل، وهو إزالة النقاسة، يقدمه على ما له بدل وهو الوضوء فنقول هذا الماء يستعمل في إزالة النقاسة لأنك يمكن إذا لم تتوضأ أن تأخذ البدل وهو التيمم واضح؟ وهذه ستكون القاعدة رقم خمسة التي ذكرناها في درسنا هذا اليوم مهم جدا أنك تحتفظ بهذه القواعد الفقهية وأن تتعلم كيف تستعملها في تطبيقاتك الفقهية واضح؟ لأن علم القواعد الفقهية ليس علما منفصل عن الفقه وعلم وصول الفقه ليس علما منفصل عن الفقه إنما تدرس الفقه وتدرس الأصول حتى تستخدم هذين العلمين في الفقه واضح؟ لا تدرس الأصول هكذا مستقل والفقه مستقل والقواعد مستقل لا هذه علوم تخدم الفقه كما أن علم النحو يخدم فاهم النصوص يخدم فاهم القرآن وفاهم السنة فليس من المعقول أنك تدرس النحو منفصلا عن القرآن والسنة ما فائدة دراسة علم النحو إذن كذلك في أصول الفقه والقواعد الفقهية ما فائدة الدراسة إذا كنت لن تستخدم هذا في الفقه واضح؟ إذن هذه القاعدة التي تقول أن ما ليس له بدل مقدم على ما له بدل هي أيضا تندرج في قاعدة تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد وفي مسألتنا نقدم هذا الماء في غسل النقاسة على استعماله في الوضوء لأن الوضوء له بدل بينما إزالة النقاسة ليس لها بدل قال المؤلف رحمه الله تعالى والخامس التراب الطهور أي الشرط الخامس من شروط الوضوء التراب الطهور عفوا قال التراب الطاهر قال الشارح أي الطهور غير المندى أيوة نحتاج أن نتكلم على أقسام التراب تقدم معنا في الدروس الأولى أن الماء ينقسم إلى كم قسم إلى ثلاثة ماء طهور وماء نقيس وماء طاهر وهذا مر معنا أيضا في درس أمس بعد صلاة العصر في تحفة الطلاب مع المشايخ تمام لو أبعدنا كلمة الماء وعوضا عنها عملنا التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام يكون الكلام مستقيما جدا فالتراب ينقسم إلى تراب طهور وتراب طاهر وتراب نقيس كما أن الماء ينقسم إلى ماء طهور وماء طاهر وماء النقيس الماء الذي نستعمله في رفع الحجث وإزالة النقيس هو الماء الطهور التراب الذي نستعمله في التيمم وفي إزالة النقيس المغلظة هو التراب الطهور دون التراب الطاهر ومن باب أولى دون التراب النقيس فما تعريف التراب الطهور وكيف نعرف التراب الطاهر والتراب النقيس هذا سنشرحه الآن فنقول التراب الطهور هو كالتالي هو التراب الطاهر الخالص غير المستعمل طبعا أول شيء لا بد أن نلفت النظر إلى أن التيمم إنما يصح بالتراب لا يصح بغير التراب هذا مذهب الشافعية في الحديث وقعلت الأرض لمسجدا وطهورا هكذا الأرض فهم منه جماعة من الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية أن كل ما على الأرض يصح تيمم به حتى بعضهم توسع فقال يصح تيمم بالثلق إذا كان على وقه الأرض كل ما على الأرض يصح تيمم به هكذا قال بعض الفقهاء لكن الشافعية نظر إلى رواية أخرى أيضا في الصحيح وقعلت الأرض لنا مزجدا وتربتها لنا طهورا فقالوا إذن المطلق في رواية الأرض طهورا يحمل على المقيد في قوله صلى الله عليه وسلم وتربتها لنا طهورا وبالتالي الذي يصح تيمم به هو التراب ولذلك جاء في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا قال هو تراب الحرث هو تراب الحرث ما معنى تراب الحرث؟ أي الذي يحرث ويزرع الذي ينبت وتفهم من هذا أن التراب الذي لا ينبت لا يصح تيمم به واضح؟ أما هذا الطين الذي يستخدم في الزراعة ويحراث ويزرع هو الذي يصح تيمم به وبالتالي قال الفقهة إن الرمل الذي ليس له غبار مثل الرمل الذي يكون في الشاطئ بيتش واضح؟ أو يكون في الصحاري هذا لا يصح تيمم به لأنه ليس ما ترابا وليس له غبار وإنما أجازب الشافعية أو جماعة من الشافعية التيمم بالرمل إذا كان له غبار أما إذا لم يكن له غبار فهذا لا يصح تيمم به واضح؟ إذن نقول التراب هو الذي يتيمم به ونفهم من هذا أن غير التراب كالدقيق الرماد الجس هذا الأبيض مثلا يسمى جس ويسمى قص ويسمى نورة هذا وغيره لا يصح تيمم به إنما يصح تيمم فقط بالتراب إذن التراب ينقسم إلى ثلاث أقسام تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس ما هو التراب الطهور؟ هو التراب الطاهر لما نقول الطاهر أخرجنا النجس ولما نقول التراب الخالص أخرجنا التراب الذي اختلط بشيء آخر فصار مختلطا ليس خالصا وعندما نقول غير المستعمل أخرجنا التراب المستعمل وبالتالي نقول القسم الثاني هو التراب المختلط بشيء طاهر أو التراب المستعمل فالتراب لو اختلط بدقيق أخذنا دقيق وخلطناه بتراب فصار ترابا مختلطا بدقيق لا يصح تيمم به كما أنه في الماء إذا اختلط الماء بشيء طاهر فسلبه اسم الماء المطلق لا يصح التيمم به عفوا لا يصح الوضوء به واضح التراب المستعمل لا يصح تيمم به كما أن الماء المستعمل لا يصح الوضوء به طيب ما هو التراب المستعمل التراب المستعمل هو التراب الذي التسق بالعضو أو تناثر من العضو التراب الذي التصق بالعضو أو تناثر من العضو مثلا أريد أن أتيمم أضرب الضرب الأولى فأمسح الوجه ثم أضرب الضرب الثانية وأمسح اليدين إلى المرفقين هناك تراب التصق بالأعضاء وهناك تراب تناثر من الأعضاء تصاقط وهناك تراب في الطاولة هو التراب الذي أخذت منه هذا التراب الذي في الطاولة لا يسمى ترابا مستعملا هذا لا زال ترابا طهورا يمكن أن شخصا آخر وثالث ورابع وخامس وعاشر وعشرين نتيمم بنفسي هذا التراب القليل ممكن هذا ليس مستعملا لكن التراب الذي التصق بأعضاء أو تصاقط منها هذا تراب مستعمل من معنى لو أراد شخص منكم أن يتيمم فأخذ التراب من هنا وتيمم به نقول هنا لا يصح تيممم واضح؟ لكن لو سيأخذ من نفس المكان الذي أخذت منه يصح تيمممم وإلى ذلك أشار صاحب الزبت بقوله في باب التيممم ولو غبار الرمل أي يصح تيممم برمل له غبار ولو غبار الرمل لا مستعمل أي لا يصح تيممم بالتراب المستعمل ولو غبار الرمل لا مستعمل نقول له ما هو التراب المستعمل؟ قال ولو غبار الرمل لا مستعمل ملتصقا بالعضو أو منفصلة أو منفصلة هذا هو التراب المستعمل الذي التصق بالعضو أو انفصل من العضو واضح يا مشايخ؟ واضح هذا إذن نقول التراب الطهور يصح تيممم به التراب الطاهر لا يصح تيممم به وهو إما أنه تراب اختلط بشيء طاهر كدقيق أو جس أو برماد أو نحو ذلك أو تراب مستعمل والتراب المستعمل هو التراب الذي التصق بالعضو أو منفصل عنه ومن باب أولى إذا كان لا يصح لنا أن نتيمم بالتراب الطاهر من باب أولى لا يصح لنا أن نتيمم بالتراب النجس من باب أولى أنه لا يصح لنا أن نتيمم بالتراب النجس نكون هنا انتهينا من شروط التيممم الخمسة بعد شروط التيمم سنتكلم على فروض التيمم المقصود بفروض التيمم أي أركان التيمم أركان التيمم أربعة أركان التيمم أربعة بحسب ما ذكر المصنف أبو شقاع أربعة الشارح زاد ركنا خامسا سنحتاج إلى ذكره أيضا فتكون خمسة أولها نقل التراب ثانيها النية ثالثها مسح الوجه رابعها مسح اليدين خامسها الترتيب واضح يقول الشارح رحمه الله يقول قبل ذلك قبل كلامه على أركان التيمم قال لم نقرأ ما يتعلق بالتراب قال والخامس التراب الطاهر ما المقصود بالتراب الطاهر هنا المقصود بالتراب الطاهر أي التراب الطهور لأني قلت لك أن التراب الطاهر لا يصح تيمم به ولذلك انظر ماذا قال الشارح قال الشارح والخامس التراب الطاهر أي الطهور تمام يفسر كلام المصنف يفسر كلام أبي شقاع أن مقصوده بالطاهر الطهور غير المندة ما معنى غير المندة تعرفون الندى التراب عندما يكون رطبا عندما يكون التراب رطب فيه ماء عندما ينزل المطار يكون التراب فيه ماء واضح هذا التراب الذي فيه ماء لو وضعت يدك عليه ثم رفعتها لا يلتصق شيء في اليد هذا لا يصح تيمم به لماذا لأن الله عز وجل يقول في الآية الكريمة فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بيجوهكم وإيديكم إيش فامسحوا بيجوهكم وإيديكم إيش كمل منه إيش معنى منه ما معنى منه منه أي لابد أن يلتصق في الأعضاء قزء منه من هنا لتبعيد واضح هذا التراب المندة لا يلتصق لا يلتصق وبالتالي لا يصح تيمم به تمام فقال هنا الطهور غير المندة ويصدق معنى قوله ويصدق أن يشمل ويصدق الطاهر بالمغصوب بمعنى أنه يصح التيمم بالتراب المغصوب لكن التيمم حينئذ حرام يصح التيمم مع الإثم كما لو صلى إنسان بأرض مغصوبة وكما لو توضى إنسان بماء مغصوب يصح مع الإثم قال وَتُرَابُ مَقْبَرَةٍ لَمْ تُنْبَشْ شخص وقف هذه المقبرة للدفن وقف هذه الأرض لمقبرة قال هذه أرض خاصة بدفن الموتى هذه أرض وقفتها لدفن الموتى نقول هذا مكان مسبل للدفن سبيل وقف للدفن فقط فلا يجوز أن يستخدم التراب لغير الدفن حتى للتيمم نقول حتى للتيمم لا يجوز لك أن تتيمم من هنا لماذا؟ لأن هذا موقوف للدفن فقط ليس موقوفا لغير ذلك واضح؟ فقال لك يكون التيمم صحيحا إذا تيممت بتراب مغصوب أو تيممت بتراب مقبرة لم تنبش وإنما قال لم تنبش لأن المقبرة إذا نبشت بمعنى دفن فيها ثم دفن فيها ثم دفن فيها نبشت المقبرة إذا نفشت يحكم عليها بالتنقس لأنها تختلط بالصديد والدماء وما شابه ذلك فإذا كانت المقبرة منبوشة لا يصح التيمم ليس فقط لأنها موقوفة بل أيضا لأن هذا التراب تراب نقس هناك لا يصح التيمم لكن المقبرة التي لم تنبش نقول التيمم صحيح لكنه مع الإثم لماذا مع الإثم؟ لأن هذا موقوف للدفن وليس مشروع ولا يشرع فيه شيء آخر مثل التيمم كما أن ذلك الماء موقوف للشرب فلا يجوز لك الوضوء به تمام؟ قال رحمه الله ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشر وهي الذي له غبار أي يصح التيمم بتراب له غبار لأن الغبار هو الذي يلصق في الأعضاء والله عز وجل يقف في آية كريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي لا بد أن يكون على اليد وعلى الوجه شيء من التراب قال الذي له غبار فإن خالطه قس أي أن التراب إذا اختلط بقس أو اختلط برمل لم يقس وقضية قوله إن التراب إذا اختلط بالرمل إذا اختلط تراب برمل فرق بين التراب والرمل الرمل الذي تشاهدونه في الساحل في الشاطئ الرمل الذي تشاهدونه في الصحراء هل هذا الرمل إذا اختلط بالتراب يصح التيمم به أو لا هذا فيه خلاف إذا اختلط التراب بالرمل فقط ليس إذا اختلط التراب بالدقيق لا أو إذا اختلط التراب بالجس هذا لا خلاف فيه في المذهب إنما الخلاف في المذهب إذا اختلط التراب بالرمل فقط هل يصح التيمم به أم لا فقال هنا أو رمل لم يجز أي لم يجز التيمم به ولا يصح أي ولم يجز أيضا قال وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب شرح المهذب هو الذي يسمى المجموع والمهذب تاليف أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله قال هذا ما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح التصحيح وتصحيح التنبيه والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي أيضا هذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح لكنه في الروضة في روضة الطالبين والفتاوى أي في فتاوى النووي قوز ذلك إذن تقول في هذا إن التراب إذا خالطه رمل فقد اختلف فيه رأي النووي في بعض كتبه لم يجوز التيمم به وفي بعض كتبه جوز التيمم به ففي المجموع والتصحيح لم يجوز لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك تمام؟ قال رحمه الله تعالى لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك وهذا هو المعتمد في المذهب أنه يجوز التيمم بالتراب الذي خالطه رمل وفقهاء الشافعية يقولون إن النووي عندما يختلف الترقيح في كتبه فإن كتابه الروضة يقدم على بقية الكتب يقدم كتاب الروضة على بقية الكتب وبعضهم يقدم كتاب التحقيق أولا ثم كتاب الروضة ولهم في هذا التفاصيل ليس هذا محل ذكرها ثم قال ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار الرمل إذا كان ليس له غبار لا يصح التيمم به أما إذا كان الرمل له غبار فيصح التيمم به ثم قال رحمه الله وخرج بقول المصنف التراب غيره كنورة النورة تشبه القس هذا تسمى نورة ويصمى قس لا يصح التيمم به وسحاقة خزف الطين هذا عندما يصنع منه الطوب الذي يبنى به القدار يحرق واضح حتى يكون قويا يصنعون هكذا مثل هذه بالطين ثم يحرقونه حتى يكون صلبا هكذا صح يحرقونه هذا يسمى بعد التحريق يسمى خزف بعد التحريق يسمى في لغة العربية خزف هذا الخزف الذي هو طين محرق إذا سحقناه مرة أخرى فصار هكذا مسحوقا هل يصح التيمم به قالوا لا يصح التيمم به واضح والذيك قال وخرج بقول المصنف التراب غيره كنورة وسحاقة خزف وخرج بالطاهر النقس وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به وتقدم بيان أن المستعمل هو ما التصق بالعضو أو تناثر منه نقف هنا جاء وقت استراحتكم الآن بعد نصف ساعة إن شاء الله نكمل أحكام التيمم ومن المهم جدا أن نكمل أحكام التيمم اليوم تمام إن شاء الله دقاء القرس والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة